ليبيا والحل الصعب، خريطة طريق تتأرجح بين العديد من السيناريوهات والأطراف الليبية المختلفة تطعن في قرارات بعضها، فتتراكم المعضلات بلهجة تحدي، ردت حكومة الوحدة الوطنية على تحرك البرلمان نحو تنصيب حكومة جديدة بعد أيام تتولى قيادة المرحلة المقبلة فشددت على أنها مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب واتهمت دبيبا رئيس البرلمان عقيل الصالح بما وصفه بإثارة الانقسام فرد البرلمان بدوره بأنه ليس من حق دبيبا أن يرفض القرار معتبراً أن الحكومة الانتقالية منحت الثقة فقط إلى غاية الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي الموعد الذي كان يفترض أن تكون فيه ليبيا على موعد مع انتخابات تنقذ مصارها السياسي قبل أن يخيب ليس من حق سيدة دبيبا أن يرفض أو يقبل بهذا الخيار وفقاً لقرار منح الثقة لحكومة سيدة دبيبا الذي منح في سرط من قبل مجلس النواب ينصف مدته الثانية على أن تنتهي صلاحية أو ولاية الحكومة في 24 ديسمبر وهذا ما تجاوزناه بأيام فلذلك يجب على مجلس النواب تعيين حكومة جديدة يترأسها رئيس وزراء جديد كل طرف عند موقفه وعلى خط الداعمين لاستمرار ولاية دبيبا يحذر المجلس الأعلى للدولة من أن إطاحة حكومة الوحدة الوطنية قفزة في الهواء واعتبر المجلس قرار البرلمان الانطلاق في مصار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات موازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري مخالفة جذرية على حد تعبيره لتطفو المخاوف من أن تدخل البلاد في صراع محتمل بين حكومتين أما الشارع الليبي وواقع احتياجياته فتلك قصة أخرى استغرقت فصولها القاتمة سنوات وما زالت مستمرة